ده الكلشو الإيطاري في عصره الزهبي لما كان الحقيقة قبلت كل عشاء الكرة في العالم وكان كل وأهم الأسماء في عالم كرة القدم بتلعب وعايزة تلعب في الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي اللي كان فيه عمالقة مسيطرة على الكرة الإيطالية إنتر ميلانو أو إنتر ناسيونالي إيسي ميلان روما وطبعا اليوفي خلييني أقول لحضراتكم أن النهاردة الحقيقة بيسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم نجم كبير وصورة الحقيقة من أساطير الكرة الإيطالية بالأرقام البداية من مشاركته يمكن وهو صغير جدا في عمر 17 سنة في كاس العالم حضر ولعب مع العديد من النجوم نجوم الكرة الإيطالية بداية من باولو روسي دينو زوف مرورا بفرانكو باريزي مالديني باولو مالديني ألبرتيني وأي إيني ممكن تقابلها في طريقك عدد بالتأكيد على نجمنا النهاردة وصورة الكرة الإيطالية وإنتر الإيطالي عشرين سنة بتيشرت الإنتر جوسيبي برجامو نجمنا وضفنا النهاردة في السادسة طبعا اللي بيشرفني بداية أنك أنت تكون موجود معانا على شاشة الأهلي وبشكرك جدا على مشاركتك معانا في السادسة مساء الخير على الجمهور ومساء الخير على جمهور قناة النادي الأهلي وهو فخر والشرف للزهور على قناة الأهلي بداية يعني عارف من برجامو هل متابع على الكرة الأفريقية انطبعاتك عن الكرة المصرية سواء على مستوى المنتخب الوطني المصري أو على مستوى النادي الأهلي لقد رأيت لقد رأيت العديد من البطولات الأفريقية لكن دعني أتحدث عن أفضل شيء في أفريقيا هو النادي الأهلي وشاهدت أيضا نهائي من بزولة الأمم الأفريقية منتخب مصر وأنا متأسف لخسارة المنتخب أمام الصنغال ولكن المنتخب أدى مباراة رائعة وكان يستحق أن يكسب لكن على الكرة المصرية دائما متاظر في البطولات الكبيرة والبطولات العظيمة يقدمون أداء عظيمة الأهلي وأكثر ثاني الأندياء حصولنا البطولات في العالم الأهلي الذي لديه رئيس نادي عظيم بفضل هذا الرئيس الأهلي وصل إلى هذه المرحلة العالمية التي وصل بطولات عالمية وبطولات كثيرة في أفريقيا ولهذا الكرة المصرية عظيمة بوجود أنديها عظيمة مثل الأهلي هتكلم معك عن الكرة المصرية وكرة الإيطالية خصوصا نحن متشابهين من ناحية الظروف عندكم مواجهة أعتقد هتكون مواجهة حسامة مع البرتغال في طريق التأهل لكاس العالم وإحنا كمان عندنا مواجهة مشابهة مع منتخب السنغال اللي قابلنا بس قبل ده أنا عايز أروح لبدايات جوسيبي برجامو إحساس ومشاعر لعب يبتدي مشواره مع أساطير الكرة الإيطالية والبداية بتكون فين في كاس العالم والبداية بتحقيق لقب كاس العالم 82 إزاي دي كانت التجربة بالنسبة لك وإيه كان مشاعرك وأحسيسك وإنت بتلعب مع النجوم دول بتحقيق لقب البطولة عندما ترتدي تشيرت منتخب بلادك هو أكثر شعور كد يحصل عليه أي لعب وأكبر فخر كد يحصل على أي لعب كرة القدم أو أي لعب ينتمي لأي رياضة أخرى عندما تم استدعائي وأنا أملك 18 عام كان فخر لي وكان كان شرف ولم أصدق وللأسف لم يتم استدعائي لكاس العالم 94 لأن كان يعتبر رقم كياسي كان يمثل إيطاليا في خمسة كاس عالم شعور لا يوصف وكان فخر كبير وأكبر فخر وأكبر شرف لي ارتداء منتخب تشيرت إيطالي لعبت للإنتر لمدة عشرين موسم متتالي وفي وقت يمكن كانت مسابقة الدور الإيطالي هي المسابقة الأقوى والأهم على مستوى كوكب الكرة الأرضية كل على مستوى الأرض كلها ليه ما فكرتش أو كنت واحد من أفضل مدافعين في العالم بالتأكيد ليه ما فكرتش أو ما جالكش عروض أو ما وفقتش على ولكن أنت تنتقل لنادي تاني سواء داخل إيطاليا أو خارجها ده بالطبع استلمت العديد من العروض وكانت العروض تنهال علي خاصة بعد كأس العالم لكن حب الإنتر وعشق الإنتر لا أحد يعرفه سواء الأساطير التاريخية الذين ارتدوا هذا التيشيرت أنت لا تعلم ما هو شعورك أسطورة عندما ترتدي تيشيرت واحد لنادي واحد لألوان واحدة الإنتر بالنسبة لي أعظم نادي في العالم وتم عرض علي العديد من العروض ورفضت العديد خاصة بعد كأس العالم 82 ولكن رفضت كل العديد من أجل الإنتر هو الشغف وهو العشق بمناسبة لعبك للإنتر بالتأكيد طبعا الدوري الإيطالي كان في التوقيت كل الأندية إيطالية كانت تضم نجوم كبار جدا أشهرهم طبعا كان دييجو أرماندو مارادونا للعب لنابولي بعد تقلقه في كأس العالم 86 بفتكر كمان من الأسماء الكبيرة جوجوية نجم ليبيريا والحياز علاقة بالأفضل في العالم نجوم هولندا في عصرها الدهبي ماركو فانب هاستن وروت خاليت اللي كانوا بيلعبوا لميلان ده يرجعني لذكراتك مع الكالتش الإيطالي مع المنافسة القوية بين الإنتر وبين الميلان وبين اليوفي ومين أصعب مهاجم لعبت قدامه في الدوري الإيطالي أنت على حق خاصة كأس العالم 86 لكن بالنسبة لي أكبر خصم كان ديجو أرماندو مارادونا أكبر وأعظم لاعب على مر التاريخ صعب تلعب أمام مارادونا كان يفاجأك لكن بالنسبة لي ماركو فانباستن كان صعب جدا وكان صعب وكان تكتيكي ماركو فانباستن كان صعب الحصول عليه وكان صعب النيل منه بلغة الكرة صعب اللحاق به كاريكا أيضا وروبرتو كان هناك العظيم عظيم من الخصوم أنت تتحدث عن أساطير في كرة القدم كما ذكرت فانباستن وديجو أرماندو مارادونا ديجو أرماندو مارادونا عندما تلعب أمام ديجو لعب خارج أنا أذكر لك هذا كما ذكرت كمقدم للبرامج متابع جيد للكرة الإيطالية لكي تعلم مدى صعوبة الكرة في الماضي ومدى قوة الدور الإيطالي والكرة الإيطالية في هذه الأعوام إيه السبب في تراجع قوة البطولة وإيه السبب في تراجع قوة الأندال الإيطالية على مستوى المنافسات الأوروبية على وجه التحديد من وجه نظرك سؤال جيد هذه هي الحياة كرة القدم مثل الحياة تمر بالعديد من المراحل أحنا خسرنا الكتار خسرنا كتار عظيم كتار موصلة المجد كتار عندما كنا الأعظم في سنة التسعين إيطالية تراجعت بعض الشيء وزهرت الكرة الإنجليزية وكانت الكرة الإنجليزية تتصدر المشهد منذ عام تسعين لكن عدنا وكنا أقوياء وهذا هو السلم الموسيقى السلم الحياة أنت كمقدم برامج أو المشاهدين أو أي واحد لديه وظيفة يمر بمراحل في حياته هذه الكرة الإيطالية مررنا بالعديد من المشاكل هناك عديد من المسؤولين في الكرة الإيطالية يجب أن ينزعوا كميس الكرة الإيطالية لأنهم لا يستحقون أن يكونون في منصب الكرة الإيطالية وهذا ما أدى إلى تراجع الكرة الإيطالية وكان صعب أن تقوم هذه الأشياء وهذه المشاكل كرة القدم مثل الحب والشغب عندما تدخل المشاكل في الحب يدم تدمير كل شيء لكن لدينا العديد من اللاعبين ولدينا العظيم من المدربين وستعود إيطاليا إلى الوجهة مرة أخرى أو عدك بذلك لو كلمتك على مستوى الإنتر في الوقت اللي عشاء الإنتر توقعوا أن الإنتر قد عاد بعد نجحوا في التتويج مع أنتونيو كونتي ببطولة الكلشو بطولة الدوري الإيطالي ونجحوا في بناء فريق قوي يستطيع المنافسة على مستوى البطولات الأوروبية كان التراجع مع رحيل لوكاكو مع رحيل حكيمي مع رحيل كونتي ومعاناة الإنتر على المستوى الأوروبي اللي يمكن كانت أخرها خسارته أمام الليفر في مباراة الزهاب على أرضو على جوسيبي مياتسا بنتيجة 2-0 هل تتوقع أن الإنتر قادل على العودة مرة تانية؟ في مباراة الأنفلد؟ دعني أبدأ من الليفربول لدينا حزوز ضئيلة جداً أنا كنت متواجد في سانسيرو خلال مباراة الإنتر وليبربول وشاهدتها من الملعب الإنتر لعب مباراة جيدة يجب أن تعترف بذلك ويجب أن يعترف كل المشاهدين بذلك ويجب أن يعترف كل الإيطاليين بذلك لأن الصحافة الإيطالية تحدثت عن هذا الأمر الإنتر ليس كان لديه أفضل من ذلك لكن 2-0 كانت مفاجأة لنا لكن بالنسبة لإنتر العام الماضي مع أنطونيو كونتي إنتر العام الماضي كان عظيم وكبير ويقدم سكوديتو رائع وفاز بسكوديتو وكان يستحق اللقب لكن هذا العام الإنتر مر بمراحل عديدة مراحل تخل اللاعبين مثل لوكاكو وحكيمي لكن سيموني إنزاجي يتقدم خطوة طلوة أخرى أحنا الآن في سيمين فاينال كوبا إيطاليا تم إزاحة روما للأسف قد يتم إنزحنا من أمام ليفربولا في الأنفل لكن قد نفوز بالدور الإيطالي والإنتر قريب من الفوز بالدور الإيطالي لكن أنا أريد أن أوجه لك شيئا أهمل هل تستمتع أنت بالإنتر هذا العام؟ الإنتر يقدم متعة؟ ليس لا؟ هل تعتقد أنه قدر على الحفاظ على لقب على قل البطولة المحلية تحت قيادة سيموني إنزاجي؟ يستطيع أن يفعل ذلك سيموني إنزاجي ميلا ونابولي دائما خلف الإنتر وهناك سل موسيقي لكن هناك مشاكل قد استبعاد بعض اللاعبين وإصابة الآخرين نستطيع أن نفعل ذلك لكن صعبة لكن أتمنى أن يتراجع الميلا ونابولي من الضغط على الإنتر الميلا لدي حماس كبير وأنا سعيد بتعادل الميلا بالأمس وأتمنى أن يفوز الإنتر هذا المساء ليعود إلى الصلاة واجهة صعبة أمام ساسولو خليني بمناسبة كلامك عن مورينيو وأعتقد أنه تركيبة مورينيو الإنتر كانت تركيبة أكتر من نكحة لازم أسألك على تجربة مورينيو مع روما اللي كثير من الناس بترى أو كثير من الأراء بترى نهاية عصر مورينيو كتبته تجربته مع إي أس روما انظر أنا لا أريد أن أحكم حكم نهائي على مورينيو مورينيو كان قوي مع الإنتر لأن الإنتر كان قوي وهو صنع فريق عظيم فاز بالسلسية كالفريق الوحيد في إيطاليا اللي استطاع أن يفوز بالسلسية لكن كما ذكرت لك كل الأشياء كتتغير ليست فقط كرة القدم مورينيو مع روما صعب أن يفوز بأي شيء لكن المجموعة التي مع مورينيو مجموعة صعبة بلغة الكرة وماشا لا يستطيع مورينيو صنع أي شيء منها لكن كما مورينيو مدرب عظيم أنت أيضا لا تنكر ذلك وتاريخ مورينيو يشفع له لكن مع مورينيو مع روما يجب أن يتحدث مع الإدارة يجب أن يقوم بإعداد العديد من اللاعبين وأقول لكم هدوء هدوء لا تحكمه على مورينيو ولا تظلمه مورينيو مهمة منشيني مع الأسوري مع منتخب إيطاليا في مشوار تأهلوا لكاس العالم والمواجهة الصعبة في مواجهة البرتغال كيف ترى حظوظ المنتخب الإيطالي في الوصول للبطولة؟ أقول لك الحقيقة روبرتو منشيني بالنسبة لي مدرب عظيم وكما بعمل يورو عظيم لكن روبرتو منشيني وضع أنفسه في مازق يجب أن يعود من هذا المازق سنلعب في ملعبنا المباراة الأولى ويجب أن ننهي الأمور من ملعب الأوليمبيكو في روما للأسف كيزا وجورجينيو وباريلا للأسف سيغيب عنا كيزا بسبب الروات الصليبة لكن أكرر نحن لم نكن السحرة الذين لعبنا مباراة اليورو لكن لدينا بعض الإمكانيات ولدينا بعض الحظوظ من أجل الفوز على كريسان نورنالدو وريفاكو لكن هذا قد يكون صعب كثير من الناس اللي يمكن بتتفرج وبتابعنا دلوقتي لقائي معاك لم أرى الكورة في الخلفية اللي في ظهرك دي في الملعب كورة رجعتني يمكن إيه 20 أو 30 سنة وراء شوية الكور دي لها ذكريات أو مناسبات يعني معينة وخصة قصة مع بيرجومي ولا محطوطة بس يعني من أجل الدكور الكورة التي في خلفي أهم كورة بالنسبة لي كان الفوز بالديربي ومباراة أخرى كانت أمام نابولي كانت المباراة المئة لي في الدور الإيطالي وذهبت إلى الأنا والأخرى كأس العالم 82 كأس العالم 82 كأس العالم 82 والصورة التي على يميني هو من أهداها لي الفيفا لكانت مئة مباراة أوروبية دي سيبي برجامو نجم إيطاليا ونجم الإنتر بذكرك شكرا جزينا على وقتك وعلى مشاركتك وبتمنى التوفيق طبعا لإنتر ناسينالي ولمنتخب إيطاليا في مشواره كل الشكر طبعا يمكن الإنتر عنده النهاردة مباراة مهمة جدا وأكيد برجامو هيتابع مباراة طبعا أمواجهة إنتر مع ساسولو في محاولة للوصول لصدارة الكلشو مرة تانية قبل مختم الحقيقة اللقاء ده لازم أقف مع لقطة اليوم نهاردة حبينا نعرضها لحضراتكم في السادسة بين فرقتين مش كبار لكن حلاوة الهدف الحقيقة فكرنا إن إحنا نعرضه على حضراتكم وإحنا دايماً نحب الحاجات اللقطات اللي فيها مطع وفيها نضرة المواجهة بين وستن يونيتد ووستن سيدني في الدوري الأسترالي وإحنا يمكن مش بنتابع الدوري الأسترالي قوي لكن الهدف أكتر من رائع مباراة تحت بنتيجة 3-2 لكن الهدف ده ما بيجيش كتير في ملاعب كرة القدم لقطة أكتر من رائعة ومش تقول إنه التابلوء أكتر من رائع وبتهيالي بيفكرني بجون جابوا جيرو مهاجم الأرسنل مهاجم منتغ فرنسا طبعاً لأرسنل في واحدة من ماتشاطو في الدوري الإنجليزي طبعاً قبل ما يسيب إنجلترا ويروح لإيطاليا لكن جيرو كان أشيك شرائي لكن في النهاية كرة أكتر من رائعة وطبعاً يعني شايف حتى رد فعل الباك بتاع سيدني يونيتد مش مصدق إن الكرة دي دخلت الجون لقطة كانت مهمة نعرضها على حضراتكم لأن دايماً الكرة بالنسبة لنا هي المتعة خلينا نروح لفاصل نستقبل بعد الفاصل حقيقة نجم كبير من نجوم نادي الأهلي كابتن محمود صالح نتكلم معاه عن الأسبوع المهم بداية مواجهة المقاصة ووصولاً لمبارات سانداونز كل ده في السادسة بس بعد الفاصل موسيقى